أهلا بكم من جديد في مقال له على موقع SSG الأمريكي قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ديفيد ريوبي إن الدوحة تستغل نفوذها المالية لتغيير السياسات في الولايات المتحدة شبه جزيرة صغيرة لا تتجاوز نسبة المواطنين فيها الخمسة عشرة في المئة من أجمالي عدد السكان لكنها تعتبر واحة الإخوان والمتطرفين منذ عقد هذه قطر من منظور باحث أمريكي في شؤون الجماعات المتطرفة ديفيد ريوبي الذي نشر دراسة حول تاريخ قطر في دعم الإرهاب والتطرف الدراسة نشرت على موقع أمريكي متخصص في الدراسات الأمنية SSG وتطرقت إلى استراتيجية الدوحة في تسخير المال والنفوذ لتغيير السياسات الأمريكية عبر حملات تشويه سمعة الخصوم التي تشنها في واشنطن ووقوفها وراء جرائم القرصنة الإلكترونية ومحاولاتها التغلغل في الأوساط الأكاديمية والإعلامية عبر استقطاب عدد من الأكاديميين للعمل على أراضيها واستخدامهم كوسيلة لنشر سياستها وتلقينها للطلبة منذ ستينيات القرن الماضي وبعد حضر جماعة الإخوان في مصر كان النزوح إلى أماكن أخرى أبرزها قطر ومع مرور الوقت برست الدوحة كحامل للواء الفكر الإخواني سياسة ونهجا الدراسة أضافت أن قطر نجحت بشكل استثنائي في شراء النفوذ لتعزيز مصالحها مع واشنطن إلا أن ذلك ما لبث أن تبدل مع اكتشاف واشنطن الدور القطري في دعم الإرهاب والترويج للإخوان وتحالفها الواضح مع إيران وبحسب الكاتب فإن الإنفاق السخي لقطر في الولايات المتحدة لم يدرأ عنها التهمة الأبرز وهي دعم الإرهاب سمح سيد العربية من برغازي أنضم إلينا الكاتب والأكاديمي جبريل العبيدي سيد جبريل مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة استمعت أو تابعت ما جاء في هذا التقرير حلو الدور الذي تلعبه قطر في تغيير السياسة الأمريكية فماذا عن ليبيا؟ إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع السياسة الأمريكية في ليبيا؟ إن كان هناك ما يمكن وصفه بهذا الشيء نعم مساء الخير جميع أعتقد أن إذا أردنا أن نبدأ من حيث انتهى التقرير بأن قطر تشتري صمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالمال لا أعتقد أن الكاتب كان موفقا في هذه الجزئية تحديدا لأن أمريكا تعلم وكانت شريك لقطر في الأعمال القذرة في السابق وخاصة في الشرق الأوسط وموضوع الربيع العربي فبالتالي قطر هي في الأصل تحولت إلى أشبه بدولة ترانزيت للإخوان ومنذ عام 1954 من عام منذ عهد الشيخ علي بن عبدالله الثاني الذي مكن الإخوان من الدخول إلى المنظومة القطرية إلى يومنا هذا حتى تحولت منظومة الإخوان إلى الدولة العميقة وأصبحت الآن قطر مطية للإخوان وليس الإخوان مطية لقطر فبالتالي أصبحوا جزء من أي مشروع تقوم به أي دولة تريد أن توطن للفوضى الخلاقة المشروع القطري في ليبيا تحديدا كان جزء من هذه المنظومة عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية توطين مشروع كوندوليزا رايز للفوضى الخلاقة وتفتيت الشرق الأوسط وصناعة الربيع العربي فبالتالي تحولت قطر إلى رأس الحربة لتفتيت المنطقة عبر ثورات نحن نعرف تماما ما انتهت إليه اليوم فالدعم القطري للميليشيات والإسلام السياسي والإرهابيين في ليبيا غير منقطع لا يقتصف فقط على ليبيا لكنه دعم لكل المتطرفين ربما في كل نحاء العالم هذا ما يقوله هذا التقرير والتحقيق وهذا المقار نعم نعم أنا قلت لا اتفق في جزء كبير من ما ذكره الكاتب ولكن في جزئية نختلف فيها وهي جزئية أن الولايات المتحدة لا تعلم وإن قطر تشتري صمعتها هناك نعم قد تشتري صمعتها مع الرأي العام الأمريكي دعنا نركز على هذه الجزئية نعم عن الدور الذي تقوم به قطر في دعم هذه الجماعات المتطرفة في أنحاء العالم والأهداف التي تريد أن تصل إليها من خلال هذا الدعم هل تغير هذا الأمر اليوم لنتحدث عن ليبيا على سبيل المثال لا أعتقد أن قطر ستتوقف لأن الأمر ليس بيد النظام القطري ولا بيد تميم ولا كان بيد الحمدين من قبلهم العملية هي ضمن إطار الدولة العميقة التي تسيطر على قطر قطر حاولت في الماضي أكثر من مرة تعهدت لدول الخليج العربي حتى تعهدت كتابية بأنها ستتوقف عن دعم الإرهاب وعن دعم هذه المنظمات ولكنها نكثت عهدها عدة مرات لأن الأمر ليس بيدها هي تحولت إلى أشبه مطية في يدها أولا فبالتالي دعم الإرهاب كان في البدء لمحاولة إيجاد نفوذ محاولة إيجاد دور كبير لقطر رغم ضآلة حجمها الصغير فبالتالي قطر كانت تحاول مثل النملة التي تحاول أن تلعب دور الفيل بحجم النملة فباعتقد أنها كانت محاولة يائسة صرفت لكثير من الأموال استخدمت الكثير من الأذرع في محاولة لإيجاد نفوذ ودور بارز لها في المصد لكن للأسف لسيطرة الإخوان كجماعة أيضا تنتبه جماعة الإسلام السياسي معروفة خلفياتها هل كان لها دور وهي تسيطر على القرار السياسي في قطر في ما وصلت إليه الأمور اليوم نعم نعم أعتقد أن النظام القطري تورط إلى حد كبير في التبعية المباشرة لمنظومة الإخوان أو لجماعة الإخوان حتى تحول لأن الأمر لم يكن بالأمس لم يكن وليد الأمس نحن نتحدث عن عدة عقود من عام 1954 من عام شيخ علي بن عبدالله آل ثان إلى يومنا هذا إلى أن تولى تميم فهو تاريخ طويل جدا من تغلغل الإخوان ومجيئهم تغلغلوا في كل مفاصل الدولة القطرية بدءا من التعليم إلى الصحة إلى أن انتهوا في السياسة فجميع مفاصل الدولة القطرية جميع المؤسسات المالية يسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ولعل فضيحة بانك باركليز ليست ببعيد في ذلك فبالتالي النظام القطري أصبح أشبه برهين بإرادته لهذه المنظومة الإخوانية التي تسعى إلى توطين الإسلام السياسي في المنطقة بشكل عام الآن كيف يمكن تفسيرا تكون قطر بؤرة للإرهاب تتعاطى مع الإرهابيين تستضيف مجموعة منهم أمام أنظار العالم دون أن يكترث لذلك أحد يعني أنت كيف تفسر هذا هذا قلنا أكثر من مرة أن الموضوع كان مشروع قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من فترة من الزمن استخدمت فيه قطر غذت البصر عنها كانت ترى ما تقوم به قطر نحن علينا أن نكون واضحين هل تستطيع قطر لوحدها أن تقوم بمعادات العالم ودعم الإرهاب دون أن يكون هناك طرف يغض البصر على النظام القطري أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال صراحة أن قطر راعي للإرهاب تاريخي وقالها بالحرف الواحد في تغريدة له بأن قطر راعي تاريخي للإرهاب ماذا حدث بعد ذلك؟ لا يعاقب النظام القطري بالشكل الصحيح هناك بعض الجراحات البسيطة أو بعض التوبخات للنظام القطري ولكن ليست بحجم الدعم القطري للإرهاب في العالم فبالتالي هناك طرف يريد أن يكون له مصلحة في هذا الأمر أو شريك غير مباشر نحن نعلم بأن ديرتي ووركس أو الأعمال القذرة تقوم بها جماعات بالنيابة عن أنظمة حاكمة سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا فبالتالي أعتقد أن النظام القدري هو وكيل للأعمال القذرة لبعض الدول والمخابرات الدولية الكاتب الأكاديمي جبريل العبيدي من بنغازي شكرا جزيلا